مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين أكيد عشان ما غيبش عنوكم لازم أنزلكم في ريوهات فأني اليوم قبتلكم في ريوهات من كل قطر أغنية يقولوا المهم قبتلكم كده مشكلة يعني ومني طبخ لازم أعملكم من الطبخ لأنه نحن محتوانا الطبخ لازم أقولكم أنه أكتر حاجة كنت أعملي سحور في رمضان هي البيض أكيد كلكم تعرفوا هذا البيض أي حاجة عندكم في التلاقة حطوها عندي كده قرم بصل وقرم بيبر وقرم فلفل حار كله أحطوه كنت تحطوه كده على قليل زيت لما يدبل كده شوية تقوبوا طماطم سلايس مقطعة كده شفوه شرائح كده دائرية تحطوها وتخلوها بس تدبل يعني أني أظن أنه أكترهم يحبوا هذا هذا كان الطبق اللي يجمع نحن بالفطار أمي الله يرحمه كانت تعمل لنا وكنا نحبه كده تعمل لنا أي شيء بالتلاقة تحطوه بعد كده لما يدبل معنا الخضار في بقلتكم بصل فلفل حار وفلفل رومي البيبر وكمان شوية كزبرة آخر شيء وبعدين كده تفقشوا البيض عليه شوفوا كيف البيض كما عندكم بعضهم يخلطوا البيض خبطوا بعدين نحطوه من فوق بس نحنا نسميه بيض عيون مش عارف انتم تسموها زينا بيض عيون نحنا فعدين نقل له بيض عيون آخر شيء فلفل وملح نرش عليه ونغطيه نخليه كده شوية ينشف نحنا نحب شوفوا البيض ما نحبوش ناشف كتير نحب فيبوش شوية سائل يعني نص نقاح أو نص نقحة زي ما نقول أو نص خمدة بس زوج يحب البيض كده ناشف مرات يأكله لو هو شوية سائل يعني عادي مرات يأكل بس هو يفضلوه ناشف كده وبس مع قلص شاهي حليب أو شاهي عدنية سلام ونقلت قمبوشيبس وهذا حقهم لخبز المشلتة المصري دايما هم يقبوا لي ما شاء الله لذيذ إشباه حقنا خبز الطاوة بس إنه كتير مورق فيبو أكتر من طبقة وبس هنا كده تاني يوم أعملت أمليت بيض أمليت كده مخفوق بس أنا عملت الخبز هذا الفينو أو يسموه في مصر فينو نحنا نقول له بان أو نان يعني زي كده أنا عملته إن شاء الله هو موجود طريقته وكمان بعمله معاكم ممكن أني ما نزلش وصفات يعني خبز وكده لأنه طول رمضان أو أنا من على ما قدت لمصر وأني أحاول أقرب أنواع دقيق عشان أستقر يعني لدقيق تمام أو هنا أساساً ميبعوش القواني اللي عشرة كيلو لا لازم أربعين كيلو تاخدوا دقيق فأني أشوف حاجة حلوة عشان أخذ يعني كمية كبيرة أني أستهلك كتير دقيق أنا ما اشتريش الخبز من المخابز أنا دايماً أعمل الخبز بالبيت إش مكان توست زي هذا الفينو أو الصامولي خبز طاوة كل أعمل الخبز بالبيت فأني محتاقة يعني قونية كبيرة دقيق لأنه ما قلتكم من خارقني جدا صغير كيلو كيلو مرة تخلص علي وأني مش عارفة أقول فأكون محتاقة فأفضل شي أني أخذ قونية عشرة كونت أني أكون في السعودية أخذ عشرة كيلو هنا ما فيش عشرة كيلو فيه أربعين كيلو شوفوا زي اليمن أظن ولا اليمن فيه فيه عشرة كيلو صح بس لالآن أني استقررت على كده نوع دقيق فأني لو شفت منهم يعني في منهم قونية يعني تكون أربعين كيلو شكارة يعني زي من هنا يقولوا فأني بأخذ خلاص لأنه تعبت على كيلو كيلو على ستة كيلو خمسة كيلو أجيب ولا أقدر أني أحمل كمية كثيرة يعني أنا حدي عشان يعني أشين معايا من السوق أحمل حدي يعني يكون بأخذ أربعة خمسة كيلو لكن أكتر من كده ما قدرش أحمل بأكياس خلاص هذا شوفوا كيف وهنا الخبز العيش دايما تسألوني مش لازم نشوفوا الطاوة هذيك المخرمة مش لازم أي طاوة عندكم مقلة فال أي طاوة معاكم من التسقش فيها الخبز تقدروا تعملوها شوفوا دي عندي قديمة حقي حق الخبز كنت من زمن أعمل في بالخبز الطاوة عادي أعمل في بالعيش شوفوا ما شاء الله كيف ينتفخ شوفوا بقولكم هو مش بالطاوة هو بطريقة يعني الخبز كيف لازم الخبز يتقلب لازم متخزقش معاكم الخميرة حقه مش كتير يعني هو بالطبخ طريقة الطبخ حق الخبز حتى مش بمقادير العقينة طبعا أكيد أني عملت العيش أو الخبز لازم لازم نحن الطعمية طبعا الطعمية أني هذي عملته وطريقة الطعمية موجودة الطعمية بالفول والفلافل بالحمص والباقية بالدقر دايما أذكروا هذا الشي الطعمية المصرية بالفول تنعمل وبعدهم يخلطوا فول وبمع حمص وهنا تعالوا نعمل الخبز الطاوة طبعا أول مرة أخبز في مصر أني بقول لكم قربت الدقيق يعني للخبز كان الدقيق حلو هذا قربته يجيب الكيلو من عند العطار يعني كان حلو والله مش سيء عقبني بالخبز طبعا شفتوني أني طلعت الحديدة فوق الحديدة عشان إيش دي الطاوة تقيلة إذا خليتها عادي على النار بتطفيلي النار وكمان بتغيرلي لون الغاز حقي بتغير لون الشولة حقي يعني الستينستيل يرجع لونه يغمق فعشان كده رفعته لازم تبعدوها من النار الحرارة فترفعوها وعشان لازم أقول لكم عشان يتحمر معاكم الخبز الخبز لازم ينطبخ على نار عالية إذا طبختوه على نار باردة يكون الطاوة باردة بيطلع معاكم يابس الخبز وغير كده لازم تضغطوه عشان تحصلوا على ذا التحميرة الحلوة لازم تضغطوه الخبز بأي ضغطة غطة قدر معاكم غطة دست المعدن اضغطوه لازم حاجة تضغط عليه أو قبو فوطة واضغطوه عليها يعني بس يفضل عنه عشان انه يكون حامي حاجة تضغطوه عليها هو اللي خليه يتحمر وعشان تحمروا كيف تحمروا لازم تعملوا سمنة أو زبدة أو زيت وبعدين تضغطوه عليه مش يعني كده تحمروا كده عادي لا دهنوا شوي وحمروا والنار لازم نقاح الخبز النار عالية تكون لانه النار النار واطية والطاوة باردة يطلع معاكم يابس الخبز الخبز ميحتاجش طبخ كتير هي لقى قلبتين ثلاثة وينضغ معاكم الخبز عشان يطلع رطب وحلو ومينشفش معاكم ولا يبس رعا نقعد زي الصحن الطائر لو يبس وشوفوا ما شاء الله تحمير وكمان طرين الخبز محمار كده وطري مش يابس ابدا وهنا ما شاء الله هذا الخبز عملته امزوغي ما شاء الله لذيذ جدا جدا تأكلوا كده مع الشاه او ممكن تغمصوا فيه وهنا كمان البسكوت هذا لذيذ لذيذ ان شاء الله ما نعمله بإذن الله جدا لذيذ وشوفوا كيف صغير بتسلم يدي والله وكمان هي عملت اشياء كده حلوية حق العيد وتوزيعات الان بتشوفوا العيد صلاة العيد لما رحنا توزيعات والناس خليكم شوفوا الفيديو الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وتبحان الله وبأملك وبكثرة وأصيلة لا ملاه للا الله أكبر صبر وعنك وأصر عزيز أكبر هنا أكبر رجعت البيت وقلصة أغلف حقي المعمول والكعك اللي عملته بالعافية ليولكم إذا عقبكم الفيديو لسنوشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حلو منكم